قال ديوان الأمريو القطري أن أميرة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي جو بايدن آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع وأضاف البيان أن أميرة قطر بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من بايدن المستشدات الإقليمية والدولية من جانبه قال البيت الأبيض أن بايدن تحدث إلى أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث فرص تهديئة التوتر في الشرق الأوسط